اشتركوا في القناة وإذا المخلص إذا نظر اعتبر وإذا صمت تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا منع صبر وإذا أعطي شكر وإذا علم تواضع كما قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى الإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر ووصف الحكماء الإخلاص بأنه حب بلا إخلاص هو بناء بلا أساس وقالوا أيضا حافظ على من يحبك بإخلاص لأنك ستجد سندك في كل الأوقات والإخلاص هو مشاعر وجدانية سامية تفتح أمامنا المجال للشعور بالثقة والأمان والحب تجاه الآخرين ولذا نحرص وحرص الدين على إخلاص القلب والنوايا وقال عكرمة رحمه الله في هذا الأمر إن الله يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله لأن النية لا رياء فيها واليوم في هذه الندوة نناقش صفة الإخلاص وهل تغيرت السمات مع تغير الزمن وكيف يكون الإنسان مخلص وكيف يخلص مع كل إنسان يتعامل معه في المجتمع عنوان هذه الندوة هو الإخلاص تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الكرام في ملتقى الفكر الإسلامي هذا الملتقى الذي يأتيكم تحت رعاية وزارة الأوقاف وتحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام ليلة جديدة ليلة طيبة تحمل معاني الحب والعطاء في هذه الليلة نتحدث مشاهدين الكرام عن موضوع في غاية الأهمية ونحن دائما بحاجة ملحة إلى تنفيذه على أرض الواقع ألا وهو الإخلاص عن الإخلاص وعن مفهوم الإخلاص وعن الإخلاص في القرآن ودرجاته والكثير من العنوين المهمة تحت مظلة الإخلاص سيكون الحديث من خلال ضيوفي الكرام أرحب أولا بالأستاذ الدكتور بكر زاكي عوض الأستاذ بجامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين الصادق أتشرب وجود حضرتك فم أهلا وسهلا وأرحب أيضا بالدكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم أتشرب وجود حضرتك فم أهلا وسهلا عن الإخلاص فهو دائما فضيلة من الفضائل وخلق من الأخلاق الحسن الحميدة فالإخلاص يزيل الهموم فهو دائما مغفرة لذنوب عن الإخلاص سيكون الحديث من خلال ضيوفي الكريم أترك الكلمة الأولى من خلال ضيوفي الأستاذ الدكتور بكر زاكي عوض الأستاذ بجامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين الصادق فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في البدء أن أقول إن ديننا الإسلامي مكون من عقيدة وشريعة وأخلاق والعقيدة تهدف في النهاية إلى ضبط أخلاق المعتقد والشريعة كذلك تهدف إلى تزكية نفسي العابد أو المتعبد وخصة الأخلاق بالشق الثالث من مكونات هذا الدين وقد قال في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأخلاقنا تبلغ حدا في الكثرة ومنها هذا الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به كل مسلم في أدائه العملي أو في أدائه الكلامي والكلمة يراد بها كما قال أئمتنا أن يبتغي الإنسان وجه الله في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وفي كل ما يصدر عنه لا يبتغي وجها غير وجه الله جل فعله فإذا ما عدنا إلى القرآن الكريم نطلب ذلك وجدنا أن الحق سبحانه وتعالى قد أشار إلى أنه قد تعبد الأمم السابقة بما تعبد به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم أيضا عند أداء العبادة أو الالتزام الديني أن يكونوا مخلصين لله قال تعالى وهو يتحدث عن أهل الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا بحق الأمم السابقة وعندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا القرآن الكريم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص من ناحية ويمتده إخلاصه من ناحية ثانية كما وجدنا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمر بهذا الأمر وعندما نطلب الدليل على هذا من كتاب ربنا نجد قول الحق سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وكذلك أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسّر إخلاصه للدين كما نص القرآن الكريم على ذلك في قول الحق سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فدلت الآية الكريمة على أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعال الرسول بل ومحياه ومماته كل ذلك كان يبتغي به وجه الله وحبا فإذا منتقلنا من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أيضا أوامر إلهية قد صدرت إلى هذه الأمة أن تكون أقوالها وأفعالها وكل ما يصدر عنها خالصا لوجه الله قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين فهذا أمر إلى أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نخلص له في التزام الديني وكذلك في قول الحق سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين وبهذا التزمت أمة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق ورأينا الحق سبحانه وتعالى يخبرنا أن بعض الناس قد يرائي بعمله وحذرنا الإسلام من هذا المسلك لأن الأصل في قبول الأعمال ألا يقصد الإنسان بعمله إلا وجه الله جل فعلا قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فدل النص على أن الإخلاص في العبادة قيد لا بد منه حتى يقبل هذا العمل وفي بعض الأحيان يعرض بعض الناس عن الإخلاص لله شاء الحق سبحانه وتعالى أن يدعى الشدائد مذكرة بهذا الخلق أي أن بعض الناس في وقت الرخاء قد لا يتذكر ربه أو قد يتذكر غير الله جل فعلا ولكن تأتي لحظات تكون فيها الشدائد إذا ما حلت الشدائد وجدنا الإخلاص يتجلى عند هؤلاء كأسمى ما يكون وذلك في قول الحق سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإذا غشيهم موج كظلل دعوا الله مخلصين له الدين أي عند الطراب عند الشدة عند استشعار الخطر تجد أن الإنسان ينطق بما هو كامن في صدره وهو أنه لا منجى ولا ملجأ ولا مخلصة ولا مقصودة في هذه الحالة أو في هذا الموطن إلا الله جل فعلا وكذلك رأينا الحق سبحانه وتعالى وهو يحذرنا من أن نسلك مسلك الرياء يخبرنا في الأحاديث القدسية وقد بلغت حدا في الكثرة لا نستطيع في هذه العجلة أن نذكرها ولكن نذكر تحذيرا حذرنا الحق سبحانه وتعالى منه في قوله أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك أي أن أي إنسان يقصد بعمله وجه الله ووجه آخرين أو يقصد الدنيا قبل أن يقصد الدين فإنه قد أضاع جهده وأضاع أجره ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا في مواطن عدة أن كل نية لا يقصد فاعلها وجه الله عند الفعل فإن الفعل رد على صحبه فإن الفعل رد على صحبه وحبط عمل من يسلك هذا السبيل والدليل على هذا أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن يشير إلى أن الإخلاص سبيل إلى النجاح ويشير في نفس الوقت إلى أن عدم الإخلاص سبيل إلى الهلك أما عدم الإخلاص أي أن يقصد بالعمل غير وجه الله فيكون سبيلا إلى الهلك فقد صحت أحاديث أحاديث عدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح فيها بحال أناس ثلاث هم أول من تصعر بهم نار جهنم يوم القيام وقد تعددت الروايات بما لا يتسع الوقت لجميها ولكني أشير في عجالة إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحق سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق يوم القيامة فأول ما يؤتى به في رواية رجل آتاه الله القرآن الكريم وفي رواية ثانية رجل آتاه الله العلم الرجل الذي آتاه الله القرآن الكريم يسأله رب ويذكره ويذكره بمننه ونعمه عليه ثم يقول له ماذا عملت فيقول قرأت وفعلت إلى آخره فيقول الله تعالى له كذبت بل قرأت ليقال قارئ وتقول له الملائكة كذبت قرأت ليقال له قارئ ثم ينتقل الحديث إلى ثاني أيضا وهو إنسان أعطي مالا أو أعطاه الله مالا هذا الذي أعطي المال يسأله ربه ويذكره بنعمه عليه أنه أعطاه ثم يقول له فماذا عملت فيتحدس أو يذكر نشاطه الخيري ولم يكن عند قيامه بهذا النشاط يبتغي وجه ربه لا من قريب ولا من بعيد ولكنه يزعمه أو يقول إني تصدقت ويذكر كل مواطن الخير التي أنفق فيها هذا المال فيرد الحق عليه مكذبا إياه ويقول له بل تصدقت أو أنفقت ليقال هو كريم إلى آخر الروايات ثم يكون السالس أيضا الذي أعطي العلم في رواية ويستطيع أو يتعذر عليه في نفس الوقت أن يقيم الدليل على أنه كان يبتغي عند التحمل والأداء وجه الله جل في علاه وإنما كان يبتغي أيضا الشهرة أو يبتغي السمعة أو ما شاكل زاله فإذا ما أخذنا من روايات أخرى أيضا رجل أعطي قوة وجلدا وصحة وقاتل ثم يسأل عن قتاله فيقول فعلت كذا وكذا فيكذب لماذا يكذب؟ لأنه لم يكن بقتاله أو بجهاده يبتغي وجه الله وإنما كان يقاهد أو يقاتل ليرى مكانه ولذلك عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه فأي ذلك في سبيل الله؟ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذن غياب الإخلاص عند أداء الفعل يضيع الأجر ويفوت على صاحبه كل جهد بذل لأنه لم يبتغي وجه الله فيما أدى في نفس الوقت وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح أيضا بأن الإخلاص سبيل للنجاح وكلنا يسمع أئمة المساجد والسادة العلماء وهم يتحدثون عن قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار على أثر مطر أو حدث ما فسقطت صخرة أغلقت عليه هنا أرادوا أن يخرجوا من هذا المحظور أو من هذه الضائقة التي ألمت بهم فلم يجدوا سبيلا للخروج إلا أن يتذكر كل واحد منهم عملا خيرا طيبا قصد به وجه الله جل في علاه فيذكره فلما تذكر كل واحد منهم حدثا واحدا ابتغى به وجه الله مع كل ذكر لحادثة من أحدهم كانت الصخرة تنفرج قليلا وكلنا يدرك أن الأول قد ذكر أنه كان بارا بوالده وأنه تأخر ذات ليلة في العودة إلى منزله ومعه الغبوك أو اللبن الحليب الذي يريد أن يقدمه لولده فوجده ما قد نام أصبح في حيرة من أمره أيوقظهما أم يصبر حتى يستيقظه ظل يحمل كوب اللبن في يده حتى مطلع الفجر إلى أن استيقظ فسقهما لم يسقي نفسه ولم يسقي أهله فتوسل إلى ربه قائلا إن كان ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة إلى سلس أو إلى مساحة لا تأذن بالخروب والثاني أيضا ذكر أنه كانت له ابنة عم وكان يراودها عن نفسها فأبت حتى ضاقت بها الضائقة فأعطاها مبلغا من الدنانير أي مقدارا من الذهب في مائة دينار أو مائة وعشرين إلى آخره حتى إذا مكنته من نفسها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه هنا استحضر وجه الله جل في علا فصرف نفسه عنها ولم يتبع هواه وأعرض عن نزغ الشيطان وقال لها المال لك ثم توجه إلى الله بهذا الدعاء اللهم إن كنت قد صنعت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرّج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة أيضا لكن بما لا يأذن بالخروب ثم جاء الثالث وتحدّس عن أن أجراء كانوا يعملون عنده وأن هؤلاء الأجراء قد تقادوا حقهم إلا أجيرا واحدا لم يدركه ليعطيه أجره فأخذ هذا المال ونماه له ثم بعد فترة من الزمن أدركه وطلب منه أن يأخذ أصل المال وأنماء المال فنظر الرجل إلى هذه العطية ووجدها من حيث الظاهر غير طبيعية فقال له أتهزأ بي قال له لا ثم أخبره بالقصة ثم توجه إلى الله داعيا أيضا إن كنت قد صنعت هاجزة ابتغاء مرضاتك أو ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة نحن نأخذ من هنا شاهد على أن الإخلاص سبيل للنجاة وعلى أن عدم الإخلاص سبيل للهلك لكن تأتي جزئية واحدة في دقيقة واحدة وهو ماذا لو فرطت الضرورة نفسها على الإنسان أن يجاهر بفعل الخير نحن نقول باختصار ثاني أستاذ الحضور أن الإخلاص أن يبتغي الإنسان بعمله وجه ربه هذه نقطة البدء ماذا لو أننا في مناسبة ما نجمع تبرعات نحث على فعل الصدقات ندعو إلى إقامة مستشفيات ندعو مثلا إلى كفالة أيتام أو ما شاكل ذلك وأراد الداعي أن يجعل من نفسه مثلا أعلى للمدعوين لأن كثيرا من الناس ما يأخذون علينا أننا نقول ولا نفعل فجاء المتحدث وقال إني أدعو إلى كذا وكذا وأفتتح التبرع بمبلغ كذا العبرة في هذه الحالة إنما هي بقصده هو إذا كان يقصد ابتداء وجه الله ثم قال أتبرع بألف أو بمئة حسب المناسبة والظرف يبتغي بهذا أن يحث الآخرين على التبرع فلا حرج في هذا والدليل على هذا قول الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك أي إذا فرضت الضرورة نفسها على المتصدق أن يظهر صدقة فلا حرج ولا ضير لا من قريب ولا من بعيد بل إن الله سبحانه وتعالى قد امتدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تصدقوا بصدقات ظاهرة ولكن أخبرنا الحق سبحانه أنهم عندما تصدقوا بهذه الصدقات إنما كانوا يبتغون وجه الله مثال واحد نعرفه جميعا وهو ما قام به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في صدر الدعوة الإسلامية عندما كان يشتري الأرقاء ثم يعتقه الشراء يعرفه العام والخاص والعطق أيضا يعرفه العام والخاص هل الشراء والعطق في حد ذاته هذا يبتغي به وجه الله ولا لا يبتغي به وجه الله الذي حكم بأنه كان يبتغي وجه ربه هو الله جل فعلا وذلك في قول الحق سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر ثم ختم بقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأحد فيغوز للإنسان أن يظهر الصدقة أو أن يظهر مواطن الخير التي سيجود بها ليحث الآخرين على الفعل شريطة أن يكون في البدء مبتغيا وجه الله وما تلا ذلك فلا ضير فيه والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدين ومستمرين مع خضراتكم وخلونا كده نضع حاجة مهمة جدا أمام أعيننا يعني إن الإخلاص سبيل للنجاح وعدم الإخلاص سبيل إلى عدم النجاح نقترب أكثر من الإخلاص من خلال ضيفي الكريم أرحب مرة تانية وأقدد التحية بالدكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم فليتفضوا المشكور عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا جميعا هذه الأيام بخير وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يرفع عنا الوباء والبلاء عن مصرنا الحبيبة وعن سائر بلاد المسلمين الله وبعد في الحقيقة حينما نتحدث عن الإخلاص لا بد أن نتأكد أن كل شيء مرتبط بالإخلاص كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه مرتبط ومرتهن بالنية ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا للعبادة والطاعة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين هذه العبادة هذه العبادة التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بها لها آداب ولها أركان ولها أصول لا تتم إلا بها الصلاة الصيام الزكاة الحج كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل مرتهن بالنية مرتهن بالشرط الأساسي الذي اشترته ربنا سبحانه وتعالى لقبول هذا العمل وهو الإخلاص لله رب العالمين لأن الإخلاص هو جوهر الطاعة وهو روح العبادة العبادة إذا فقدت الإخلاص لا قيمة له ولا روح فيه الإخلاص جعله الله تبارك وتعالى شرطاً أساسياً لقبول الأعمال فلا بد أن يتوافر الإخلاص في كل قول وفي كل عمل يتقرب به الإنسان إلى رب العالمين حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منه عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله أرأيت رجلاً غزاء رجل يجاهد في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر يقاتل في سبيل الله بنيتين النية الأولى يلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى والنية الثانية يلتمس الذكر من الناس أن يتحدث الناس عنه إنه رجل شجاع إنه رجل قوي إنه رجل كذا وكذا وكذا يريد أن يأخذ على الأجر من الله سبحانه وتعالى وأجراً آخر من الناس في هذه الحياة الدنيا فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً غزاء يلتمس الأجر والذكر ما له يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها الرجل ثلاث مرات وفي كل مرة يقول له البي صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وبتغي به وجهه شرط أساسي لقبول العمل لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى كثرة الأعمال أو قلتها بقدر ما ينظر إلى قيمة الإخلاص فيها بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى جسد الإنسان أو إلى صورة الإنسان بقدر ما ينظر إلى قلبه وقيمة الإخلاص فيه إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هذه حقيقة لا بد أن نعلمها ولا بد أن نطبقها في كل أقوالنا وفي كل أعمالنا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا كان يحث أصحابه على الإخلاص لله رب العالمين وأن يخلصوا في عباداتهم وفي طاعاتهم لله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن كل عمل خاليا من الإخلاص لا قيمة له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث في روايات كثيرة إنما الأعمال بالنية لأنها هي الأساس كل عمل بالكلمة أو القول أو الإشارة بالهمز أو بالغمز كل حركة أو كل سكنة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل بعيدا عن الرياء وبعيدا عن الشهرة وبعيدا عن النفاق وبعيدا عن أنني أريد أن أكتسب صفة حميدة أو محمدة عند الناس يتحدثون بها عني لا كل خطوة تخطوها وكل حركة تتحركها وكل قول تتلفظ به وكل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل وإلا فلا قيمة لها ولا وزن لها في القرآن الكريم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذا كنت تريد بالعمل دنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك أجرك فيها في الدنيا لكن في الآخرة ليس لك نصيب في الآخرة ليس لك ثواب في الآخرة ليس لعملك قيمة ولا وزن بدليل ربنا سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور كل العمل التي قدمته وتقربت به إلى الله عز وجل في الدنيا لا قيمة له ولا وزن له وأصبح هباء منثور لماذا؟ لأنك لم تخلص لله عز وجل فيه لأنك فعلته تقربا إلى الناس وكما بيّن أستاذنا أن الأحاديث كثيرة تؤكد على أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه إذا أشركت مع الله غيره فاعلم بأن العمل مردود عليك لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبده إلا إذا علم بنيته إذا علم بإخلاصه أما إذا لم يخلص العبد لربه فلا عمل ولا سواب ولا قيمة له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يؤكد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال بني آدم على الله عز وجل يوم القيام كل الأعمال التي يعملها الإنسان في الدنيا ويتقرب بها إلى الله عز وجل كل الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختومة أو مختمة فينظر الله تبارك وتعالى فيها فيقول للملائكة اقبلوا هذا وألقوا هذا من الأعمال فتقول الملائكة يا ربنا والله ما علمنا منه إلا خيرا إن هذا الرجل كان يصلي فردا بفرد وقتا بوقت كان يزكي كان يتقرب إليك بقضاء حوائج الناس كان يعطف على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمحتاجين كنا نراه يعمل أعمالا صالحة كثيرة ما رأينا منه إلا خيرا فيقول الله تبارك وتعالى إن عمله هذا كان لغير وجهه ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه إنه كان يعمل العمل ابتغاء مرضات الناس أن يتحدث الناس عنه ويأخذ الشهرة ويأخذ السمعة ويأخذ صفة حميدة وكلاما طيبا من الناس لكن الله تبارك وتعالى لم يكن في باله ولم يكن في قلبه إن عمله كان من أجل الدنيا ولذلك في آيات كثيرة تؤكد أن الإنسان إذا راء بعمله فإن عمله باطل ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الرياء الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما استقر الإخلاص في قلب الإنسان فتأكد أن الله تبارك وتعالى يتقبل منك عملك ويعيش الإنسان هادئا مطمئنا مستقرا في حياته وإن شاء الله يسعد بأخراه لماذا؟ لأن الإخلاص له ثمرات له ثمرات عظيمة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخيل أن الذي يخلص في عمله وفي قوله وفي حركته وفي طاعته وفي عباداته لله رب العالمين هذا الرجل كل حركة خالصة لوجه الله عز وجل كل حركة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى جزاؤه أن الله تبارك وتعالى يرضى عنه لأنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين بأن الله أمامه وأن الله مطلع عليه وأن الله يراه فكل حركة يراقب فيها رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآت الزكاة فارقها والله تبارك وتعالى راض عنه إذن الإخلاص من أولى ثمراته أن الله تبارك وتعالى يرضى عن الإنسان المخلص ثم بعد ذلك الذي يتق الله سبحانه وتعالى في عمله ويبتغي به وجه ربه فإن الله تبارك وتعالى يحفظه من كل سوء ومكروه ويرعاه برعايته ويشمله بعنايته ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك في قرآنه الحكيم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام حين يقول ربنا سبحانه وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهُ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين وكلمة المخلصين في القرآن الكريم تقرأ بقراءتي القراءة الأولى بفتح اللام المخلصين المخلصين بفتح اللام بمعنى الذين أخلصناهم وطهرناهم لعبادتنا وطاعتنا والقراءة الثانية إنه من عبادنا المخلي بكسر اللام المخلصين بمعنى الذين أخلصوا الدين والعبادة والطاعة لله رب العالمين فإذا ما أخلصت لله عملك وإذا ما تقربت إلى الله بصدق وصفاء وسكينة ابتغاء وجهه عز وجل فأعلم بأنك ستكون في حفظ الله وفي أمان الله وفي رعاية الله سبحانه وتعالى إضافة إلى أن المخلصة أيًا كانت قوته فإن الله تبارك وتعالى ينصره على أعدائه مهما كانت قوتهم ومهما كان جيشهم ومهما كان ضعفه هو بمعنى الله تبارك وتعالى يعينه ويقويه وينصره على أعدائه بدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف إن الله ينصر الأمة بضعيفها بضعيفها وفي رواية بضعفائها قالوا كيف ذلك يا رسول الله كيف ينصر الله الأمة بالضعفاء الضعفاء ينصر الله تبارك وتعالى بها الأمة قال صلى الله عليه وسلم بدعواتهم وبصلاتهم وبإخلاصهم لله رب العالمين إذن الإخلاص لا بد وأن يكون في كل قول وأن يكون في كل حركة وأن يكون في كل سكنة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لأن الذي يعمل العمل رياء لا قيمة له ولا وزن له بل إن عمله مردود عليه لا يتقبله الله تبارك وتعالى منه العمل يرد وإذا رد العمل على صاحبه كان صاحبه من الهالكين كان صاحبه من الخاسرين كان صاحبه من الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا والآخرة لأن الله تبارك وتعالى إذا أخلص العبد له في عبادته وطاعته أحبه وردي عنه كما وضحنا وإذا أحب الله عبداً حبب فيه خلقه جميع الخلق يحبون إذا أحبك الله سبحانه وتعالى لأن الحديث يقول إذا أحب الله عبداً نادى السماء يا جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض إذا أخلصت لله العمل فاعلم بأن الله تبارك وتعالى يرضى عنك ويتقبل منك عملك وينصرك على أعدائك ويحفظك من كل سوء ومكروه ومن كيد الكائدين ومن كيد الحاقدين الإخلاص قيمة عظيمة وخلق كريم يتصف به الأنبياء والمرسلين اتصف به جميع الخلق من المؤمنين الصادقين لكن الرياء شرك والعياذ بالله أحياناً يقوم الرجل فيصل إذا رأى كثيراً من الناس ينظرون إليه فيتصنع الصلاة ويتكلف في صلاة ويتظاهر بأنه متواضع وأنه خاشع لله رب العالمين وإذا كان وحده نقر صلاته في أقل من دقيقة إذن يصلي لمن يصلي للناس أم أنه يصلي لله عز وجل كما بيّن أستاذنا الرجل يريد أن يتصدق بماله الرجل يريد أن يفعل خيراً ما نيته من هذا العمل فلابد أن يسأل الإنسان ني نفسه عن هذه النية لأن الله تبارك وتعالى يحاسب كل إنسان على نيته إذا كانت نيتك صادقة وخالصة لوجهه سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى يعطيك الأجر العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات كله مكتوب إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فمن هم بحسنة فلم يعملها بمجرد الهم والإرادة والعزيمة أنت خلاص نويت أنت تتعمل حسنة وما عملتهاش لأي سبب كان فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة انظر إلى رحمة الله عز وجل وانظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى عليك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كل ذلك بالنية إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم الهم من أراد وليس الهم من الهموم ولكن من هم من أراد من عقد العزم على أن يفعل هذا العمل ثم منعه مانع فإن الله تبارك وتعالى يعطيه أجره ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث ومن هم بسيئة فلم يعملها عزم الإنسان على عمل سيئة أو معصية لكن حال بينه وبينها أمر من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى له حسنا ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله تبارك وتعالى سيئة واحدة إذن الإنسان يجازى على نيته ويجازى على عزيمته وعلى قوله إن كان خالصا لوجه الله عز وجل وإن كان عمله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يتقبل منه هذا العمل قدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نطق بها وأعلنها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيامة والقيامة والدعاء وصالح الأعمال وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وكل عام وأنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحضرتك بخير يعني في طرح رائع جدا ترحه الدكتور نوح والأستاذ الدكتور بكر زاكي عوض أن كل عمل مرتبط بالإخلاص وبالنية وإذا استقر الإخلاص في قلب الإنسان فسيكون في راحة بال وفي هناء وفي سعادة دائما كلمة أخيرة للأستاذ الدكتور بكر زاكي عوض في هذا العنوان نعم في دقيقة وأيضا الدكتور نعم أقول ليتنا نحيي هذا الخلق في أقوالنا وفعالنا وحركاتنا وسكناتنا عندها ستنهض الأمة بهذا الخلق الطيب ليتنا لا نبتغي وجه هذا أو ذاك عندما نقول أو نفعل لأن ذلك سيضيع أجرنا لا محالة وسنبذل جهدا وسيكون هذا الجهد هباء خسرنا أجره في الدنيا وسنخسر أجره في الآخرة فما أحرانا أن نتخلق بهذا الخلق حتى يعلو شأن الأمة إن شاء الله نعم دكتور نوح كلمة أخيرة أيضا في هذا الموضوع أقول يجب علينا جميعا أن نخلص أعمالنا لله عز وجل وأن نتحرص صدق والإخلاص في القول والعمل واسأل نفسك أخي الكريم قبل أن تفعل أو أن تعمل أي عمل اسأل نفسك ما مقصدك منه إن كنت تقصد بهذا العمل وجه الله فافعل وأسرع إليه وإن كنت تقصد به دنيا أو امرأة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ملئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فاسأل نفسك ما مقصدك من هذا العمل عسى الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين أشكر ضيوفي الكرام أشكر الأستاذ الدكتور بقر زاكي عوض الأستاذ بجامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين الصادق شرفت بقود حضرتك وأشكر ضيفي الكريم الدكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم شرفت بلقاء حضرتك مشاهدين الكرام غدا ليلة جديدة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي هذه الليلة تأتيكم تحت رعاية وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلم فإلى اللقاء